موسيقى نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين موسيقى موسيقى دعما لغزة وردا ودفاعا عن لبنان وشعبه المقاومة الإسلامية تستهدف بالصواريخ مطاري مجدو العسكري ورامات ديفيد وقاعدة عموس الجوية إضافة إلى مصنع حربي في العمق المحتل موسيقى بعد دوي صفارات الأنذاري في مناطق واسعة وللمرة الأولى فيهم الفحم الحكومة الإسرائيلية تصوت على أعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الكيان موسيقى غارات إسرائيلية جديدة اليوم على لبنان بعد ارتقاء نحو خمسمائة شهيد وسقوط أكثر من ألف وستمائة جريح في عدوان طال مناطق واسعة في الجنوب والبقاع وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت البيت الأبيض يقول أن الحل الدبلوماسي لا يزال قابلا للتحقق ويؤكد الالتزام الصارم والثابت بأمن إسرائيل وسائل علام إسرائيلية تقول أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر للعدوان على لبنان موسيقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ردع العدوان الإسرائيلي المتمادي ووزراء الخارجية العرب يعربون عن تضامنهم ضد ما وصفوه بالتصعيد الإسرائيلي الخطر المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي في غزة إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر وشيش الاحتلال ينصف مربعات سكنية في مدينة رفح جنوب القطاع موسيقى أهلا بكم استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم مطار مجد العسكري غرب العفولة برشقات من صواريخ فادي واحد وفادي اثنين وفي عمليتين منفصلتين أكدت المقاومة استهدافها مرة ثانية وثالثة مطار مجده برشقة من صواريخ فادي اثنين المقاومة استهدفت كذلك فجر اليوم قاعدة ومطار الرماد ديفيد برشقة من صواريخ فادي اثنين كما استهدفت قاعدة عموس التي تعد القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجسي للمنطقة الشمالية برشقة من صواريخ فادي واحد إضافة إلى استهدافها مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخران التي تبعد عن الحدود اللبنانية ستين كيلو مترا برشقة من صواريخ فادي اثنين المقاومة الإسلامية في لبنان كانت أطلقت رشقات صاروخية مكثفة طالت عشرات المستوطنات وصولا إلى شمال الضفة الغربية المحتلة المقاومة أعلنت أنها دعما لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه قصفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نميرا بعشرات الصواريخ كما قصفت قاعدة ومطار رماد ديفيد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافا إيل في منطقة زفولون شمال مدينة حيفا ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عينز تيم ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يؤاف وسائل علام إسرائيلية تحدثت عن وصول إصابات إلى المستشفيات من جراء القصف من جنوب لبنان كما أظهرت مشاهد نشرها لعلام الإسرائيلي سقوط صواريخ في المستوطنات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت بالمباني وسائل علام إسرائيلية أكدت مقتلة مستوطنة في حيفا من جراء القصف الصاروخي في هذه الأثناء دوت صفارات الانذار في مناطق جديدة من الجليل الأعلى والأسفل والكرمل وصولا إلى منطقة وادي عارة غربية جنين ودوت صفارات الانذار في مدينة أم الفحم المحتلة ومحيطها صفارات الانذار جرى تفعيلها في هذه المنطقة للمرة الأولى إلى ذلك قالت منصة عالمية إسرائيلية أن حريقا شبى بمصنع في المجمع الصناعي كادمات من جراء إصابة مباشرة بصاروخ أطلق من لبنان وأضافت المنصة نوابلا مكثفا جدا من الصواريخ استدفى وسط الجليل مع أطلق أكثر من أربعين صاروخا من لبنان لا تصورون ونحن نحترق ونتألم أين القبة الحديدية ولماذا تقولون كلاما غير واقعي هي مجموعة من التعليقات لمستوطنين إسرائيليين في منطقة حيفا وجعوا انتقادات واسعة إلى حكومة الاحتلال بعد قصف المقاومة مناطق في شرق حيفا منها قواعد ومقار عسكرية وأمنية المزيد من هذه التعليقات نعرضها مع الزميل مهدي الديراني أهلا بكم بين السخرية والانتقاد مشاعر متبينة أصابت ومازالت تصيب الجمهور الإسرائيلي بعد ادعاء الجيش تدمير مئات الصواريخ التابعة لحزب الله المعدة للإطلاق لكن وبعد ساعات من هذا الإدعاء انطلقت عشرات الصواريخ من لبنان وضربت عنق الكياني وتحديدا حيفا الشمال يحترق حرفيا هذا أحد تعليقات على منشور لمشهد سقوط صاروخ يقول بيوت بأكملها تحترق يبيبي هل وعدت أنت وحكومتك بالنصر الكامل إذن ماذا عن هذا المشهد ومن التعليقات أيضا بالنسبة إلى نتنياه وشعبه كل عملية ناجحة هي معجزة يمكن تسخيرها لأغراض دعائية لكن العمليات الفاشلة يجري اخفاؤها عن وعي الجمهور ويضيف أحدهم يقولون لك إن كل شيء على ما يرام هنا يقولون لك إن من الممتع العيش هنا النصر الكامل يقولون الجمهور الإسرائيلي ينتظر وضع الشمال يقول أحد المستوطنين أنا لا يهمني ما سيحدث في لبنان بل أخشى ما سيحدث هنا في حرب شاملة وعلى الصعيد الإعلامي المستوطنون يطالبون بعدم نشر مقاطع مصورة لسقوط صواريخ يقول أحدهم لا تنشر فيديوهات كهذه يجب ألا يعرف حزب الله أين ضرب بالضبط فيرد عليه آخر بالقول إنهم يعرفون جيدا حتى لو لم ننشر البعض يعلق الأصح القول من المؤسف نشر هذه العنوين المحبطة وتصويرنا كيف نحترق ويتساءل آخرون اشرحوا لنا ماذا تفعل القبة الحديدية توسيع حزب الله دائرة نيرانه كما ونوعا ومدى أفرغ حدف الحرب الجديد الذي وضعه الكابنة الإسرائيلي من محتوى وفاقم من معضلة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال منال إسماعيل ما يقارب مليون إسرائيلي قضوا ليلة السبت الأحد وهم يرقدون إلى الملاجئ والأماكن المحصنة فيما كانت صليات ثقيلة من صواريخ حزب الله تمتر القواعد العسكرية وتجمعات جنود الجيش الإسرائيلي في حيفا والجليل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وهو ما عكسته الأرقام المتزايدة للإسرائيليين الذين يطلبون التوجه إلى مراكز العناية النفسية لقد شعرنا بالأمر على نحو قوي لقد كان قاسيا لم ننم طوال الليل المدينة طلقت ذلك بصورة صعبة نرى تجسيد الخوف على الأرض بصورة خاصة عبر الارتفاع الكبير في التوجه إلى مراكز المساعدة النفسية في أعقاب التصعيد في الأيام الأخيرة جمعية نتال تحدثت عن ارتفاع بنسبة 225% في عدد طلبات المساعدة المقدمة من قبل الإسرائيليين في أعقاب الخوف والضغط وعدم النوم نحن نتحدث عن مواطنين يعيشون منذ عام هذا الوضع ومن الصعب القول إننا نرى النهاية لأن هذا بداية فصل جديد وبدلا من تحقيق هدف الحرب الجديد الذي أضافه الكابينات إلى أهداف الحرب وهو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان أدخل توسيع حزب الله دائرة نيرانه مزيدا من المستوطنات في نطاق مدى صواريخه محول المستوطنين في رأي معلقين إسرائيليين إلى بط في ميدان رماية وفاقم المعدلة في الشمال من جهة انتظر السكان اللحظة التي يعمل فيها الجيش ويبعد حزب الله وحرب الاستنزاف هذه عنهم ومن جهة أخرى هناك الخشية من دخول عدد من الأشخاص في مدى النيران لقد تحدثنا عن مليون شخص هم الآن في هذا المدى والخشية وأن يتحولوا إلى غلاف الشمال كما حصل في غزة حفاظ حزب الله على قدرة إطلاق الصواريخ على مستوطنات الشمال على الرغم من كل الهجمات والاعتداءات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان دفعت خبراء إسرائيليين إلى التحذير من حسابات خاطئة في تقدير قدرات حزب الله الذي يصر على الاستمرار في جبهة إسناد غزة حتى النهاية ومعنا هنا في الاستوديو الزميل عبد الرحمن نصار محلي الميدين لشؤون الفلسطينية والإسلامية ألا وسهلا بك عبد الرحمن صباح الخير بداية وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل تحدثت عن صفرات انذار دوت في الشمال حتى نهارية طبعا بانتظار بيان المقاومة حول هذه العملية ولكن حتى اللحظة ستة عمليات للمقاومة فجر اليوم رغم كل هذا الجنون الجو الدموي الإسرائيلي على لبنان وقبل الحديث عن الأهداف المستهدفة ماذا يعني إطلاق رشقات متتالية بهذه الكثافة وبهذا العنف وبمدايات بعيدة بعد هذه الساعات من الجريمة الإسرائيلية التي ما زالت طبعا مستمرة تحية لك أيهام وتحية عزة وعزاء متجددة لشعوب المقاومة جميعا الشهادات الميدانية حتى من جنوب لبنان والناس تخرج تحت القصف كانت تقول أنها كانت المنطقة تقريبا تضرب بسجادة نارية أو بأحزمة نارية وبعد ذلك تخرج الصلايات الصاروخية نحن نتذكر قطاع غزة والمشهد في قطاع غزة الأصغر مساحة والمنعدم من ناحية التضريص حتى سلاح الجو الإسرائيلي كان ينفذ الغارات وهو يصور غاراته وهو ينفذها وكانت صواريخ المقاومة تخرج طبعا لا شك أنه حدثت متغيرات كثيرة في قطاع غزة تحول الآن دون العودة المقاومة إلى إطلاق الصواريخ بسبب العملية البرية ولكن اليوم دائما في هذه المعركة وقبل أن يدخل أو يقتحم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة كانت الصواريخ حتى آخر لحظة تنطلق وحتى بعد مقتحم قطاع غزة كانت الصواريخ تنطلق من بين أرجل الجنود الإسرائيليين وحتى عندما ضغطت المقاومة في أصعب الظروف كانت تبتدع وسائل جديدة وتخطلق هذه الصواريخ المتبقية لديها أو اللازم إطلاقها من خلال منصات حتى خشبية وحتى وضعها على أكياس الرمل المقاومة دائما ليست جيشة فعل المقاومة الأساسي هو الاستمرار وهو قول لا للاحتلال هذا إذا تحدثنا عن المبدأ ولكن متحدث عن المقاومة في لبنان تحديدا هذه المقاومة التي تفخر بتجربتها على مدار 40 سنة وتقول أنه حتى خلال هذه التجربة تعلمت من الإسرائيلي قبل أي طرف آخر تعلمت من عدوها كيف تقاتل فهذه المقاومة المتواضعة في مكان ما حضرت نفسها جيدا لهذه المعركة وتنفع أن هناك فارق الكبير فيما يتعلق بالمساحة الجغرافية في لبنان التضاريس في لبنان كل هذه العوامل تساعدها أكثر على الاستمرار ولكن العبرة الأساسية لدى المقاومة الآن هو هل للإسرائيلي الذي ونلاحظ هذه القضية المهمة ضغط مجمل الأحداث الأمنية والعسكرية التي يريدها في أسبوع يعني خلق مجموعة من الصدمات المتتالية من أجل أن يحصل على نتيجة سريعة كان يريد واضح أنه يريد أيضا دفع المقاومة إلى رد فعل بمثل هذه الطريقة تذهب المقاومة لتخرج كل ما لديها أو كل ما في جعبتها بانفعال بعصبية تحت هذا المشهد المهول للقصف تحت الدمار تحت مئات الشهداء ومئات الجرحة أيضا بعد صدمتين متتاليتين بمعنى إما أن تفقد التوازن وأما أن تنفعل وتذهب إلى رد غير محسوب مثلا يعني أن تستهدف المستوطنات بصورة كبيرة توقع قتلى دمارا كبيرا طبعا كل شيء وارد بحسابات المقاومة ولكن المقاومة ما فعلت في الضربة الأمنية يوم الثلاثاء والأربعاء السبعة وثمانية أيلول وأيضا عفوا من تاريخ 17-18 وأيضا فيما يتعلق بالمجزرة الكبيرة بحق المدنيين هو امتصاص الصدمة والسيطرة وإظهار للاحتلال نقطة الأساسية كما قالها السيد عندما قال ليس أيام أسبوع عندما كان يقول أيام الليالي والميدان أضاف إليها الشهور والسنوات بمعنى أنه نحن ربما مقتنعون حتى الآن أنه لا نستطيع إسقاط إسرائيل بالضربة القاضية وإنما بتسجيل النقاط والصبر وهذا ما يلزمنا ميدانيا ترجمته عبر الاقتصاد بالنار إدارة النار إطالة أمد المعركة نحن عفوا أيهم نقولها لك بصراحة منذ 40 سنة وأكثر وعمر الاحتلال أصلاً 75 سنة نعيش الدمار والمجازر والقتل لا شيء جديد علينا في هذا السيناريو نعم نعمنا بهدوء 16-18 سنة ولكن هذا الهدوء أيضاً تخلى له الحرب في سوريا وتبعاتها يعني لم نكن مرتحين وأيضاً تخلى له الحرب الاقتصادية والتفجيرات الداخلية وكل هذه المؤامرات التي لم تكن تنتهي فلذلك مزيداً من الصبر على طريق التحرير ولكن في المقابل الوضع الذي وقع فيه الإسرائيليون منذ 7 أكتوبر 2023 هو وضع مستجد يعني لم يعيشوا هذا الوضع سابقاً فإطالته لمدى أطول أفضل لنا من الذهاب إلى حرب تكسير عظام أمام توازن قوى مخلول أمام وجود الولايات المتحدة التي لا تقل إجراماً عن إسرائيل بل هي القادفاظر إسرائيل في الإجرام ويبما تشارك في هذه الحرب إذا دعت الحاجة وكل ما تقوله الولايات المتحدة كذب حتى لو قالت لا إله إلا الله كما كان يقول الإمام القميني فلا تصدقوها وأكبر ما يحدث دليل أنه عندما تعلن دائماً أنه لنأسنا لنا دخل في كذا وكذا ثم يتبين أنه جزء كبير من التمويل حتى التخطيط حتى التسليح حتى أحيانا ربما المشاركة ودارة العمليات هي جزء فيها ولذلك ما نقرأ سلوك المقاومة لو وضعنا أي شخص تحت هذا الاختبار صدمة أمنية ثم اغتيال قاسن ثم مزر مع المدنيين واضح أن الإسرائيلي يريد أن يوجه عدة ضربات إما أن يتفقد المقاومة وزنها وإما أن تنفعل لم يحدث هذا الأمر ولم يحدث الأمر وتقول له المقاومة انظر أنا لدي صبر أنا لدي نفس طويل لدي إدارة في النار لدي اقتصاد في النار وسأذهب معك إلى معركة طويلة وآخر فيها حتى اللحظة أحتفظ بكل حقوق الرد لي فيما يتعلق بالمدنيين وكل التجاوزات الحمر التي خطوط الحمر التي تجاوزتها ولكن حتى اللحظة أنا لا أزال أقول لك أني لن أضرب إلا أدوات الجريمة إلا المواقع العسكرية والمطارات في لحظة معينة قد أغير هذا الاتجاه تماما وانظر بعد ذلك إلى الضغط الذي عفوا سوف تتلقى فضلا أن المقاومة في لبنان على وجه التحديد بالتنصيق مع المقاومة العراقية والمقاومة اليمنية هي فعلا قادرة على إذاء إسرائيل وتشتيت إسرائيل وإدخالها في معركة طويلة الأمد كل التاريخ يقول أن المستعمرون صبرهم قليل وهذا سببه بسيط لأنهم يملكون دائما فائضا من القوة إضافة إلى عظم جنون العظمة فهذا يجعلهم يستعجلون النتائج ولذلك ترون يغيرون الخطط سريعا ويبتكرون أشياء سريعة لأنهم يردون نتيجة سريعة على عكس أصحاب الأرض المقاومة هم نفسهم طويل ولهذا عندما إسرائيل تضع كل فائض القوة كأنها تريد أن تخرج بالنتيجة غدا أو بعد غد وتحل هذه المشكلة كل هذه الطريقة وعندما قالوا عادوا نفس الجملة ما لا يأتي بالقوة سيأتي بمزيد من القوة كل هذا جربوه ولكن خلاص ما في خيار بعقل المستعمر والمحتل إلا المزيد من القوة ولكن المقاومة يجب أن تحافظ على خطتها للحرب وخاصة أنها للحظة لم تقل أنها بدأت الحرب المفتوحة إنما قالت لدينا عملية اسمها الحساب المفتوح وعلى فكرة هذه المرة المقاومة سبقت الإسرائيلي في عمليته صح هو أطلق عليها سيهم الشمال ولكن قبل بيوم كانت المقاومة قد أعلنت أنه بدأت عملية الحساب المفتوح والإسرائيلي في مكان ما وجدها إشارة أو مبررا للدخول بهذه الموجة هذه المرة المقاومة سبقتك بخطوة على عكس حروب غزة كان هو الذي يعلن بداية الحرب ويعلن الإسم ثم تأتي المقاومة برد فعل تعلن إسما مديلا طبعا سنتحدث عن الأهداف التي تمكنت المقاومة وعلنتها في بياناتها المتتالية في هذا الفجر من الحديث عنها ورمزيتها ومكانتها بعد قليل ولكن طبعا يستمر العضوان الإسرائيلي على مختلف مناطق الجنوب والبقاع اللبنانيين حيث استدفت طائرات الاحتلال كثيرا من القرى والبلدات خلال الساعة الأخيرة ودمرت عشرات المنازل والمؤسسات والمنشآت المدنية وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان باستدفى الاحتلال أطراف بلدة العاقبية الساحلية ومرتفعات الريحان وبلدات كفارسير وزوتر ويحمر أما في البقاع فاستدفى الاحتلال منطقة العين وبلدتين تعلبايا وجلالة إضافة إلى استدفى سيارة في منطقة شتورة وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 492 شهيدا و1645 جريحا وتسبب العدوان الإسرائيلي الواسع على بلدات الجنوب وقرى بحركة نزوح للسكان باتجاه مناطق آمنة ولا سيما في اتجاه العاصمة بيروت أعلن حزب الله في بيانا أنه تعليقا على الدعاءات الاحتلال باغتيال المجاهد علي كاركي أن القائد كاركي بخير وهو في كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن وكانت منصات عالمية إسرائيلية قد ادعت اغتيال كاركي في غارة استادفت منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أفاد مراسلنا أنه جرى الساداف مبنا بأربعة صواريخ لم تنفجر جميعها منشيرا إلى وقوع سبعة جرحة في حصيلة أولية وفي ضاحية بيروت الجنوبية أيضا تستمر عمليات الانقاذ وجهود رفع الانقاذ في المكان الذي استدفع العدوان الإسرائيلي بحثا عن مفقودين مراسل الميدين أفاد بين التسعة أشخاص مازالوا مفقودين بعد انتشال أحد الشهداء صباح أمس من مكان العدوان ما يرفع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية إلى 52 في حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات الإنقاذ وجهود رفع الانقاذ أكد رئيس مجلس الأمن القومي السابق يعقوب عامر دور في حديث للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب ليست قريبة من بداية تدمير قدرات حزب الله بل إنها بعيدة جدا عن هزمه أو سلبه قدراته أعتقد أن الكلام الذي تقولونه هنا في الستوديو لطيف للإستماع إليه وهو أكثر تفاؤلا من حقيقة الوضع نحن لسنا قريبين حتى من بداية تدمير قدرات حزب الله لقد بدأ حزب الله بالحرب بعدما رمى علينا عشرات آلاف الصواريخ وهو لديه نحو مئة ألف صاروخ إذا كان قد ضرب ثلاثين ألفا منها فما زال لديه سبعون ألفا وهو سبعة أضعاف ما كان لدى حماس نحن بعيدون جدا جدا عن الوضع الذي وصفتموه هزم حزب الله وسلبه قدراته إذن سميل عبد الرحمن يقول عمد رور نحن بعيدون جدا عن هزم حزب الله أو حتى سلب قدراته كما يتخيل على الأقل نتنياه هو يروج المقاومة تدرس تستهدف بشكل منصق من دون أدنى شك ماذا قرأت في قصف قاعدة ترامات ديفين هذه ليست مرة الأولى استهداف ثلاثي فجر اليوم لقاعدة أو مطار مجده وأيضا إضافة إلى أماكن أخرى تم استهدافها وانتقاؤها ولها دلالاتها أولا لابد من الإشارة إلا أن بنك أهداف حزب الله كبير مقارنة ببنك الأهداف الإسرائيلي إذا جئنا إلى المقارنة بنك أهداف إسرائيل الذي تدعي يعني إسرائيل كانت تقول قبل سنوات كما أتذكر أن هناك عشرين ألف هدف في لبنان نريد استهداف الحزب الله وهو يتحدث عن القدرات العسكرية طب هو على الأقل كما يقول نفذ ستة عشر ألف غارة خلال يوم واحدة أو ستة عشر ألف هدف في استهدافها ألف وستمائة أتوقع يمكن ضربة ضربة عفوا ألف وستمائة ضربة فقارن بين الرقب بين ألف وستمائة وعشرين ألف تلاحظ أن هناك فارق كبير مع ذلك هو يقول أنه نحن دمرنا خمسين بالمئة من القدرات يعني هناك تناقض حتى في التصريحات الإسرائيلية يعني على الأقل يجب أن يكون مستوى الغارات حتى لو جمعنا غير الألف وستمائة غارة هذه مع مجمل الغارات التي نفذت منذ سبع أكتوبر لا يصل عدد إلى عشرين ألفا ولكن القضية الأساسية الآن أن الإسرائيليون لديهم تجربة مرة مع حزب الله في عام 2006 ونحن نتحدث عن عام 2006 الآن نحن عام 2014 وهم يعرفون تمام معرف أن هذه النظومة الموجودة في حزب الله تتعلم بسرعة وتترقى بسرعة وقد فتحت لها إمكانات واسعة جدا منذ ذلك الوقت حتى الآن وخاضت أيضا حربا كبيرة في سوريا ومارست تكتيكات بين تكتيكات الجيوش وحرب العصبات وكل هذا تأخذه بالاعتبارات الآن لماذا يكبر نتنياهو وفريقه الدعاية وهو الهدف إرجاع المستوطنين إلى الشمال توطنينهم أنه نحن أنجزنا هذه المهمة على أمل إذا خرجوا في الإعلام ومشت هذه الكذبة وقالوا أنهم دمروا خمسين بالمئة أو أنه عشرات ألف صواريخ كما يقال أو كما قال جلنت ومع أنه لو هذا الأمر صحيح كان على الأقل التدمير الذي حدث في عملية يوم الأربعين ولم تكن بعيدة في التاريخ يجب كان أن يؤثر على أداء حزب الله طوال المدة الماضية ولكن أكثر من سبعين عملية إطلاق صواريخ حدثت منذ ذلك التاريخ حتى الآن فما هو الدليل الواضح بالنسبة لأهالي شمال فلسطين المحتلة سواء الذين فلسطينيين 48 الذين يراقبون بأعينهم كيف تسقط صواريخ أو مستوطني الشمال ما هو الدليل الواضح لأن هذه النتيجة قد حدثت فعلا ولكن هو يريد تكبير هذه الدعاية بحيث لو مشت هذه الكذبة ونجحت الوسطات على أمل أن يستسلم حزب الله بهذا المعنى يكون هو قد أكمل المهمة ويقول للمستوطنين عودوا الآن أنه نحن دمرنا هذه القدرات بعض المحللين وهم قلل الأمانة الأسرائيلية ولا ننسى قوة الرقابة العسكرية الجبارة والهائلة لدى الاحتلال بقمع هذه الأخبار يعني يتحدثون شهريا عن قمع ثلاثة ألاف خبر تخفى تقريبا شهريا بمنع الأخبار من صدورها تخيل هذه النسبة لو موجودة في دولة أخرى كيف يكون الوضع في المقابل هم قل قليل من يخرج ويقول أنه يكونوا حذرين في التعامل مع حزب الله لأن المفاجآت التي عدها لنا في حرب 2006 وكانت عدة مفاجآت بدأت من عملية الوزن النوعي التي تكررت أيضا في عملية يوم الأربعين وصولا إلى ضرب البارجة وصولا إلى مفاجأة الكورنك بصورة عامة فنحن أمام سلسلة كبيرة من المفاجآت ربما تستخدم على مدار سنة أشهر ستجعل إسرائيل في وضع محرج جدا ليس فقط أمام جمهورها ولكن حتى على المستوى العسكري والأمني لكن هذا الصوت لا يجد صدا كبيرا أمام مكنة إعلامية هي المشكلة ليست أيها مقتصرة على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أو يواف جالانت أو هرتسي هاليفي أو بن يمين نتنياهو لا هذه المكنة تشارك فيها الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي على وجه التحديد وجزء كبير من الإعلام العربي لدرجة أنه أحيانا أحيانا يعني في بعض الأحيان أنه لا أخفيك أنه تبدأ تشغل عقلية الشك أنت أحيانا أنه معقول جزء كبير من هذا الضخ قد يكون جزء منه صحيح أو لا وتبحث وتبحث ثم تعود وتتبين لك على الأقل وقائع بالميدان تبين لك أنه لا الواقع مختلف تماما وحتى أنا أقول لك أكثر من ذلك الثقة الموجودة للمقاومة عالية جدا تتلمسها حتى بأنه حزب الله لم ينفذ عمليات إخلاء كبيرة جدا حتى على صعيد مقراتها الحزبية والرسمية ما يدل على رباطة جائشة ما يدل على هدوء ويدل أن الحزب يعرف متى تماما يريد أن يصعد هنا لابد من لفت النظر إلى نقطة أيضا الإسرائيلي استخدمها خلال وهي تعتبر مناورة كان هناك مراقبة دائمة على الأقل من جانب الإعلاميين والمحللين لتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكان ملاحظا أن هي طوال الأسبوع الماضي لم تتغير ما أوحى أن الإسرائيلي يذهب إلى تصعيد ولكنه مجرد ما نفذ هذا التصعيد غير بسرعة تعليمات الجبهة الداخلية ولذلك هي أيضا ما بالتنبيه لا يمكن أخذها كمؤشر بالضرورة على أن هناك تصعيد مقبل أو تصعيد غير مقبل لأنه قد يخادع ويناور بها ولكن هذا الأمر لا يسير بنسبة إلى المقاومة أنا أقول لك حتى الناس تطمئن على صعيد 2006 لم تكن هناك قدرة لدمحور المقاومة لا عصائد الأقمار الصناعية والعصائد طيران الاستطلاع والعصائد مراقبة الحدود مثل ما هي موجودة اليوم وهذا ما يجعل الإسرائيلي في مكان ما لا يجد حلا أمام هذه المشكلة بمعنى أن كيف سأحرك سواء على صعيد الطائرات وهنا ملاحظة مهمة سأقولها لك لماذا تستهدف المطارات الآن بهذه الطريقة لا يستطيع أن يحرك قوات كبيرة من دون أن يرصد صادقا ولذلك هو فقط عنصر المفاجأة والدليل أكثر أن غالبية الطائرات التي خرجت أولا ملاحظتان خرجت من جنوب فلسطين المحتلة يعني كان أهالي الضفة المحتلة وأهالي الثمانية واربعين يسمعون أسراب الطائرات وهي تحلق ويكتبون هذا الأمر على الإنترنت يعني تخيل أن حتى المقاومة ليست لهم بحاجة إلى رقابة يعني من الأقمار الصناعية والرادرات لا 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 الناس أهالي الضفة المحتلة وآهالي الثمانية واربعين يشاركون بهذا التنبيه يعني يقولون أن هناك وإن كان فارق أقلي عن ثلاث أربع خمس دقائق حسب المسافة والسرعة الملاحظة الأولى أن الإسرائيلي الآن يعتمد هو تقريبا وهذا تقديري يعني هذه القواعد التي استثفتها في الشمال تقريبا هي شبه خالية لأنه سحب الطائرات منها وذهب إلى الجنوب ثانيا هو قال أنه 650 طائرة نفذت طغارات هذا تقريبا غالبية سلاح الجو الإسرائيلي بمعنى أنه استخدم أقصى ما لديه إذا كان هذا أقصى ما لديه واستطاعت المقاومة أن تمتصوا ولم يؤثر على فعليتها ولا على سلاحها مع أن هناك هامش لا شك لخسارة بعض السلاح وأكيد المقاومة التي تريد أن تستعمل 100 ألف صاروخ بالمنطق البسيط يجب أن تخزن 200 ألف صاروخ حتى فعلا تستطيع استعمال 100 ألف ولمشاريح على حرب سهلة وبسيطة مع أدو بسيط أني أنا محتاج 100 ألف تخزن 100 ألف يعني هي النقطة أساسية طوال حياة الإسرائيلية يتحدث عن 150 ألف صاروخ حزب الله ولكن حزب الله عمره معلق ولا عقب على الرقم أبدا يعني باتبار أن هذا الأمر بالنسبة إليه يعني لا يعني سيكون مفاجأة بحد ذاته الإسرائيلي أن عدد الصواريخ وقريقة إنتاج الصواريخ وليس فقط نقلها إنتاجها يعود دائما نخزون الوضع مختلف في لبنان يعني ملاحظة بسيطة البيئة الصخرية في لبنان حتى في طبيعة الأنفاق والجبال تختلف عن غزة ربما كانت القنابل الخارقة للتحصينات في غزة تعطي نتيجة أقوى من طبيعة الرمل البحري الساحلي مختلفة عن الصخور ولهذا كان الإسرائيلي في نعطي مثالا لموقع بسيط وموقع مليتف ومشهور لأنه صار معلم سياحي نتحدث نحن عن غارات شنت على مدار عشرات سنوات هناك ولم تستطع النيل من الأنفاق الأساسية داخل الجبل مع أنها أنفاق بدائية وبسيطة وليست على عمق كبير داخل هذا الجبل وكل من زار المعلم السياحي يعرفه تماما فما بالك اليوم بالقدرات المختلفة كليا ولهذا حزب الله الآن يستهدف المطارات وسيبقى يستهدف هذه المطارات بالشمال حتى يخرجها كليا عن خدمة ثم ربما ينتقل إلى الوسط ولكن إذا وصل إلى الجنوب هنا يصير السؤال عند إسرائيلي ماذا سوف يفعل مع التذكير أن حزب الله هدد القبرص والجيران يسمعون أي دولة أخرى ستفتح مطاراتها للاحتلال أيضا ستعامل بنفس الطريقة ولكن كل هذا المسار نتحدث عنه أيام هو مسار طويل ولن تذهب المقاومة فيه كما فعل الإسرائيلي باستعجال وحرق المراحل نعم سنعود بعد قليل لك أيضا الحكومة الإسرائيلية طبعا صوت تاتفيا على أعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء فلسطين المحتلة نتنياهو قال أن إسرائيل أمام أيام معقدة طالبا من المستوطنين الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تصيح نتنياهو أتى خلال اجتماعه في مقر قيادة سلاح الجو في الكريا مع وزير الأمن وعف جالنت ورئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي عليفي وقائد سلاح الجو اللواء تومير بار والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة رومان جوفمان وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أستن بحث مع وزير الأمن الإسرائيلي وعف جالنت التطورات بشأن تبادل اطلاق النار مع حزب الله أستن وخلال مكالمات ناتفية مع جالنت عرب عن دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مشددا على همية إيجاد مسار لحل دبلوماسي يسمح للسكان على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم في أسرع ما يمكن وأوضح أن بلاده ستبقى مستعدة لحماية قواتها ورد أي جهة أقليمية عن استغلال الوضع أو توسيع الصراع بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جونبير أن واشنطن تعتقد أن الحل الدبلوماسي لا يزال قابلا للتحقق بين لبنان وإسرائيل ولفذت كارين إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة ضمان أمن إسرائيل على نحو انصارم وثابت وأن فريق البيت الأبيض يجري محادثات منتظمة مع الحكومة الإسرائيلية وفي السياق ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن واشنطن عطت الضوء الأخضر للهجوم على لبنان وقال مراسلها لشؤون العسكرية أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة أمس على الهجوم ذكرت وسائل علام إسرائيلية أن طائرات نقل عسكرية عديدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي هبطت في إسرائيل وقبرص في الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة قواتها في المنطقة في سياق الموازن رأى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المهم للجميع أن يأخذ التحضيرات الإسرائيلية على محمل الجد مشيرا إلى أن واشنطن تعتقد أن الغزوة البرية للبنان لن يسهم في تقرير التوتر بالمنطقة كذلك أضاف المسؤول الأمريكي أن لدى واشنطن بعض الأفكار الملموسة التي ستبحثها مع الحلفاء والشركاء لمنع التصعيد في المنطقة عبر وزراء الخارجية العرب عن التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا ضد ما وصفوه بالتصعيد الإسرائيلي الخطر على لبنان وخلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية أعرب الوزراء العرب عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان محذرين من تداعياته في ضوء التطورات الأخيرة واتفق الوزراء على همية التنسيق مع الدول العضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية على نحو فوري رئيس حكومة تصريف العمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق ورد العدوان على لبنان ميقاتي وصف العدوان الإسرائيلي المتماذي على لبنان بحرب الإبادة الجماعية بكل ما للكلمة من معنى وهدفها تدمير القرى اللبنانية دانت فينزويلا بيشد العبارات العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان مشددة على أن استمرار عدوان الصهيونية في الشرق الأوسط يمثل نيات إسرائيل المظلمة لإثارة مرحلة خطيرة من المواجهات وفي بياننا أكدت فينزويلا أن الاعتداءات الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى حرب واسعة النطاق غير مسبوقة محذرة من أن الأدوان الإسرائيلية الشرس قد تسبب في نزوح كثير من الأشخاص وفي أزمة إنسانية لسكان لبنان وهو ما يضاف إلى سيناريو الحرب المعقد منذ بداية الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وفق تعبير البيان ودعت فرنسا إلى عقد اجتماع طريع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة التطورات في لبنان وأكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تسببت في سقوط مئات الضحايا المدنيين بما في ذلك عشرات الأطفال مشددا على وجوب توقف هذه الضربات على الفور ودع وزير الخارجية الفرنسي إلى وقف التصعيد وتجنب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمرا للجميع بدءا بالسكان المدنيين وفق تعبيره وزارة الخارجية الإيرانية دانت العدوان الإسرائيلية على المناطق السكنية في جنوب لبنان وقتل مئات الأبرياء العزل المتحدث باسم الوزارة ناصر كانعاني حذر من تبعات مغامرات الاحتلال الإسرائيلي الخطرة واصفا إياها بالجنونية ورأى كانعاني أن السمرار الجرائم الاحتلال في فلسطين وتوسيع نطاقها إلى لبنان مثالان واضحان للتهديد الخطري للسلم والأمن الإقليميين والدوليين داعيا مجلس الأمن إلى التحرك على نحو فوريا لوقف هذه الجرائم زميل عبد الرحمن نصار إذن هناك مواقف صدرت يعني خلال الساعات الماضية منذ بدء هذا العدوان الدموي على لبنان استمعنا إلى وزراء الخارجية العرب كذلك بعض المواقف الدولية نرى مشهدا مشابها للمواقف التي صدرت إبان الهجوم الدموي أيضا والجرائم الإسرائيلية في غزة هذا يشجع برأيكم إسرائيل على التمادي؟ لا هو فعلا هناك تطابق ولكن ما أخذ بعين الاعتبار أنه في غزة تأخرت جزء كبير من المواقف والتحركات الحقيقية ولكن في لبنان ربما المختلف أنه نتحدث هنا عن دولة يعني بكيان موجود واستقلال سياسي كامل ولذلك هناك نوع من البكائيات العربية المختلفة ولكن الذي أعرفه يعني كمعلومة وليس كتحليل هنا قلق أردني مصري كبير جدا من الحرب مع لبنان طبعا هذا قلق متصل بما يحدث في غزة ولكن غزة بصورة مباشرة ربما بقضيتها الجغرافية ارتباطا بمصر أو ارتباطا بالمكون الفلسطيني في الأردن تمثل قلقا يمكن احتوائه في مكان ما اتصالا بجملة من المعطيات لكنها في الأساس مرتبطة بملف التهجير للفلسطينيين نضفها بالنسبة لأردن ومن غزة بالنسبة إلى مصر طالما الأحداث حتى لو جزروا الشعب الفلسطيني كله تحت خطر التهجير بالنسبة إلى هذه الدول أو الكيانات خليني نسميها الوظيفية التي خلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة ما في مشكلة يتكمل إسرائيل مهمتها ما يقلقهم في موضوع لبنان هو أن هذه الحرب إذا اشتعلت بلا أسقف أولا إسرائيل ستدمر وللأسف جزء كبير من هذه الأنظمة مرتبط بقاؤها ببقاء إسرائيل وقوة الولايات المتحدة في المنطقة ولذلك هم قلقون ثانيا ربما يشتعل هذا الفتيل ويصل إلى كل مكان يعني أعطيك مثال بسيط في اللحظة التي تفقد فيها إسرائيل توازنها العسكري الضفة والـ 48 لن تنتظر ولن تترك الساحة فارغة بالعكس ستكون هناك فرصة عندما لا يكون هناك سلاح طيران إسرائيلي ولا قيمة لجزء كبير من قواعد الجيش تضرب وهناك حقيقة نزيف عسكري إسرائيلي كبير ستتغير المعادلات في كل المناطق في كل أماكن تكفي أو يكفي نموذج ليلة 14 نيسان عندما ردت إيران كيف فجأة اختفى الجيش الإسرائيلي من الأرض وكل شيء نزل تحت الأرض طبعا لن أقول أنه كانت فرصة للفلسطينيين من أجل التحرك المدة كانت قصيرة وربما أي تحرك كبير كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة أو مجازر أخرى ولكن عندما يكون هذا النموذج الذي حدث ليلة 14 نيسان متكررا بصورة على مدى أيام أو صباح لا الفرصة ستكون مختلفة هذه الأنظمة قلقة كثيرا من أن هذا الأمر سيؤثر على الاقتصاد سيؤثر على الأمن الإقليمي سيؤثر بالتالي على الأمن القومي لهذه البلدان ولذلك لا تريد هذه الحرب خوفا من أن كما يقال تنالها جزء كبير من تبعات هذه الحرب بالنسبة للفلسطينيين الأردن يخاف من تهجيرهم إلى لأن هذا سيزيد نسبة الفلسطينيين في المملكة سيخلق اختلالا كبيرا ويسقط نظام الحكوم أيضا في مصر أي تهجير الفلسطينيين إلى سناء سينقل المعارك إلى هنا كذا كذا ما دون ذلك هم بالنسبة لديهم الشعب الفلسطيني من 75 سنة ويعاني القتل لم يتصرفوا أي شيء ما يقلقهم أيضا هو قبوة حزب الله بمعنى أن حزب الله لو كان وضعه مثل 2006 أو أقل من ذلك كان يمكن بالنسبة إليهم أنه إسرائيل ستفعل وبنهاية سيحدث اتفاق وإذا لا لغم إسرائيل حزب الله يتحدث عن تدمير كبير في إسرائيل هذا التدمير له تبعات كبيرة جدا هذه الأنظمة مربوطة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا بكل ما خلقته الولايات المتحدة على الأرض وأي دخول طبعا للولايات المتحدة في هذه المعركة ومسمى إيران وباقي أطراف أحمر المقاومة يعني مشهدا لا تريد هذه الأنظمة لأنها هشة بلا واسطة فلذلك تعرف أن هذا الأمر مقلق لها وأنا أعرف أن هناك اعتراضات للأمانة سجلت مصريا على الأقل للولايات المتحدة من أي حرب تجاه لبنان لأن هذا الأمر سيؤثر على سلاسل التوريد على أسعار النفط على كل شيء في المنطقة ويهز اقتصاداتها والأردن أيضا يحاول تسجيل نقاط إيجابية بصفة أنه قصر في موضوع غزة وكان هناك احتقان ولا يزال احتقان الشعبي موجود ولذلك أرسل قافلة مساعدات حتى كان هناك عتب أنه لماذا السيد حسن صلى الله لم يشكرنا شكر العراق وإيران ونحن أرسلنا أيضا مساعدات وأطباء إلى لبنان وما إلى ذلك يعني هم يحاولون ركوب موجة التضامن مع لبنان وأنه نحن لا نترك ونحن ضد هذه الاعتداءات لدرجة أكثر من ذلك لحظنا أنه الإعلام الرسمي في الأردن للمرة الأولى منذ أسبوع يستخدم مصطلح شهداء مع الشهداء الموجودين في سوريا ولبنان وهذا لم يكن يستعمل كان يستعمل مصطلح قتله يعني واضح أن هناك قلق حقيقي ينعكس على هذا السلوك ولكن أنا لا يهمني كل هذه الحفلة العربية أنه صراحة ضابط الإقاع الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كما هي مش شريكة فقط كما هي مديرة للإجرام الذي حدث في غزة هي أيضا مديرة للإجرام الذي حدث في لبنان في 2006 ويمكن أن تكون قد تكرر هذا السيناريو موجودا لكن هي في الظاهر تحاول أن تأخذ هذه المسافة من هذا الصراع كي لا باعتقادها تجر إيران إلى هذا الصراع لأنه دخولها بثقلها يلزم إيران الدفاع عن لبنان تحت مبادئ كثيرة شيء يخص لبنان بحد ذاته وشيء يخص إيران بحد ذاته ولذلك هي تحاول الابتعاد ولكن عندما تمس البقرة المقدسة إسرائيل بخطر حقيق لا ستجد الولايات المتحدة لدرجة أن حتى هم لما أرسلوا بعض الجنود أنزلوا توضيحات أنه لا لا أهد الجنود هدفهم فقط إجلاء الرعاية صدق أو لا تصدق البنت أسرع نحن أبلغنا ولكن لسنا مشاركين بعد قليل أعطينا الضوء الأخضر وهكذا أنا دائما أقول إذا كان هناك جائزة للكذب عالمية فهي تمنح للولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك الزميل عبد الرحمن نصار محلل الميدين لشؤون الفلسطينية والإسلامية على هذا التحليل نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن إعلان الرئيس بيزشكيان استعداد إيران لخفض التوتر مع إسرائيل وأكد عراقشي أن الرئيس الإيراني لم يدلي إطلاقا بتصريحات كهذه وفي السياق أشار إلى أن إيران لن تبقى غير مبالية تجاه الوحشية الإسرائيلية وأنها إلى جانب الشعبين اللبناني وفلسطيني وأضاف أن هذه الجرائم الإسرائيلية بدعم الولايات المتحدة واضحة جدا أمام العالم وينبغي لها ألا تستمر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد من نيويورك أن لدى بلاده الإمكانات اللازمة لضرب إسرائيل وأن ردها سيكون في الوقت المناسب وأضاف أنه في الوقت الذي دعمت فيه الولايات المتحدة والدول الغربية الكيان المحتل ردت إيران على استداف قنصلياتها وأثبتت قدرتها على الرد على جرائم هذا الكيان إسرائيل اختالت الشهيد هنية في طهران لإدخالنا في حرب إقليمية إلا أننا ضبطنا أنفسنا لأقصى الدرجات إيران لديها القدرة الكافية لضرب إسرائيل وردنا سيكون في وقته المناسب وبالطريقة المناسبة حلفاؤنا يتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم إننا مستعدون للعمل على خفض التوترات في المنطقة لكن كيان الاحتلال الصهيوني لا يريد ذلك ويصعد الحرب ويوسعها المرجع الديني سيد علي السستاني عبر عن تضامنه مع الشعب اللبناني ومواساته إياه في معاناته الكبيرة من جراء العضوان الإسرائي على لبنان وطلب السيد السستاني ببدل كل جهد ممكن لوقف هذا العضوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة ودع المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض علن بدوره التضامن الكامل مع اللبنانيين أمام الغطرسة الإسرائيلية وآلة القتل اليومية وفي باين عبر الفياض عن السعداد الحجد الشعبي الكامل واستنفاره التام لإبداء كل أنواع المساعدة الممكنة على الصعيد الإغاثي والطبي والعفو والإنساني داعيا جميع الأخوة إلى تقديم المساعدة والدعم الإنساني إلى اللبنانيين بالتنسيق مع الحكومة العراقية والجهات الرسمية أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها هدفا في الجولان المحتل بطائرات مسيرة من نوع الأرفد ترجمة نانسي قنقر وكانت المقاومة وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت قصف هدف عسكري حيويا في على أراضي الفلسطينية المحتلة ونشر العلم الحربي مشاهدة توثق لحظة إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق طائرة مسيرة باتجاه الهدف جبات الإسناد العراقية صعدت عملياتها ضمن معركة طفان الأقصى دعما لجبات لبنان العمليات الأخيرة للمقاومة في العراق في الأراضي الفلسطينية المحتلة نوعت الأهداف والأسلحة المستخدمة فيها صلاح الخزاعي تأكيدا على وحدة الساحات تضبط المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضمن جبهة الإسناد وفقا لتنسيق مشترك مع بقية فصائل قوى المحور هدفه تنويع الأهداف وتخفيف الضغط على جبهاتها المتعددة خمس عمليات متتالية في يوم واحد حملت عنوان ثأر لبنان كانت رسالة إلى جهات مختلفة إن موقف المقاومة الإسلامية بالعراق موقف ثابت وداعم ومركزي من هذه الحرب الدائرة فكان هناك تصريح من جميع قادة التنسيقية إن هناك موقفا عراقيا موحدا في دعم الجبهة اللبنانية لأن تهديد حزب الله معناه تهديد دولة لبنان أو الشعب اللبناني البعد الاستراتيجي في عمليات جبهة الإسناد العراقية وجبهات الإسناد الأخرى كسر قاعدة أسست لها إسرائيل من خلال تفريق قرار الجيوش العربية لمواجهتها منفردة وهو ما غيرته المقاومة اليوم وفق تثبيت معادلة وحدة الساحات أولا توحيد الساحات لا زالت سارية ولا زالت متماسكة ولا زال التصعيد أو الفعل ربما يواجه بردة فعل نعم ربما نتحفظ على نوع الإمكانيات نحن نتكلم ربما عن جماعات عن فصائل تملك أسلحة ذاتية أسلحة نمطية قياسا بدول هي تصنع وربما مدعومة أمريكية من مصانع كبيرة جدا امتلاك السلاح المناسب والمعلومة الدقيقة عن الأهداف والقدرة على جمعها بعمليات نوعية عبر التنسيق حقق فعالية حتى في قضايا الجبهات الداخلية الضغط الذي شكلته عمليات المقاومة الإسلامية عبر استهداف القواعد الأمريكية في العراق وفر مساحة للقرار السياسي ليطالب بقوة بإنهاء مهام قوات التحالف ورحيلها صلاح الخزاع بغداد الميادين إلى الضفة الغربية حيث أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في اليامون غرب جنين تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة باستخدام العبوات الناسفة ورشقات كثيفة من الرصاص وشهدت البلدة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال تخللها استخدام المقاومة العبوات الناسفة وفي نابلوس شهد مخيم عسكر الجديد شرقية المدينة اشتباكات مع قوات الاحتلال في أعقاب اقتحامها له بالتزامن مع اقتحامها قرية مادمة وبلدة بيتة إضافة إلى منطقة عراق التايه في المدينة حيث شنت حملة اعتقالات وانسحبت الاشتباكات العنيفة إلى بلدة طمون جنوب طباس مع اقتحام مبنى بلدية البيري ووسط مدينة رامالله اعلنت كتايب القسام من مجاهدها اوقع ورات الاليات الاسرائيلية في كمين محكم معد سلف على خط امداد القوات المتوغلة شرق رفح من جهاتها نشرت كتايب الشهيد ابو علي المصطفى مشاهدة من سداف وحدة المدفعية تحشدات العدو شمال المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من عيار ستين مليمترا هذا وتستمر مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين حيث ارتقى عدد من الفلسطينيين واصيب اخرون من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين جنوب مدينة خان يونس وشرقها في قطاع غزة كذلك سجل عدد من الاصابات بعد او سجل بعد قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر ومنزلا في محيط اسكان القلعة بالمدينة وفي مدينة دير البلح وسط القطاع استشهد شخصان من جراء قصف سيارة مدنية بمحيط مطاحن السلام شرقية المدينة فيما نسف الاحتلال مباني سكنية في منطقتين الزهراء والمغراق وسط القطاع اضافة الى السداف مدفعية المناطق الجنوبية لحي الصبر في مدينة غزة هذا ونسف جيش الاحتلال كذلك مربعات سكنية في مدينة رفح جنوب القطاع مع اطلاقه النيران على نحو مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصر رفح لمزيدا من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميدين على الانترنت الميدين باللغات العربية والانجليزية والاسبانية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة